الذي تأتيه نصوص الوحيين وينصرف عنها ويبتعد عنها أو يعرضها على عقل نقول قلبك أشد قسوة من الحجر وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله سبح وقبل ذلك تفجر منه الأنهار يخرج الماء من وسطه أي أن الماء زاحم الصخرة حتى صدع الصخر وبعض قلوب عباد الله ما يصدع لذلك أعظم مليل للقلب هو ما ذكرناه في درس المغرب فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك أي أن أجمل ما يجعل في قلبك من ملينات القلوب بعد التوحيد الرحمة الرحمة ولذلك يغلب الإنسان بالرحمة أكثر مما يغلب بالقسوة وذلك المرأة أحياناً إذا قالت أريد فقلت لا إذا رأيت دمعتها الكريم ماذا يفعل يطيح الحطب صحيح وتغير الأمور ويتخذها قومي روحي يلا مشينا لماذا ضعفها هو قوتها وَلَا يَغْلِبْنَا إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا يَغْلِبُهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ أَعُودْ فَأَقُولْ ثُمَّ وَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ ما هي ملينات القلوب؟ النظر في كتاب الله قصة البقرة من ملينات القلوب قصة البقرة من ملينات القلوب هو من قصة البقرة يجب أن نتأدب مع الأنبياء يجب أن نتأدب مع الأنبياء ولذلك الحبيب وصف أولئك الذين وقفوا أمام حجراته عليه الصلاة والسلام يا محمد أخرج لنا نفاخرك قال أكثرهم لا يعقلون ليس معناها أن لا عقول لهم لكن تصرفهم هذا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يُعدُّ جهل ومن التأدبنا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يُذكر إلا ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام وأن لا نتقدم بين يدي سنته بهوى نفس يا أيها الذين آمنوا لا تُقدِّموا بين يدي الله ورسوله وأن لا نرفع الصوت أمام حجرته وقبره في مسجده عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا قال الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقتنام هناك شكرا